لكن في نوع آخر من المؤمنين اللي عايشين للمستقبل إذا في مجموعة كبيرة بتتغنى على أمجاد الماضي المجموعة الثانية اللي هي بتتغنى على أمجاد المستقبل يعني البعض الآخر بينظر للمستقبل ويتطلع إلى مجيء المسيح ثانية وطبعا كلياتنا لازم نكون مستعدين وننتظر مجيء المسيح لكن ونحن ننتظر مجيء المسيح لازم نكون مستعدين لكن بنفس الوقت لازم نكون منشغلين وساهرين يقذين حذرين لأن الرب ممكن يجي في أي لحظة الرب ممكن يجي في هاي اللحظة فهل أنت مستعد للقاء يسوع المسيح لكن أنا بتكلم أحبائي ناس عايشة ليل النهار بتتطلع لي المستقبل بحاولوا يفسروا كل الأحداث وكل ما يدور في العالم على أنه آخر الأيام وطبعا مجيء ضد المسيح اللي بركز على مجيء ضد المسيح اللي عم بركز على رقم 666 اللي بركز على الوحش الطالع من البحر والوحش الطالع من البر يعني المسيح الكذاب والنبي الكذاب واللي بركز على العلامة اللي بتوضع على يد أو على الجبهة واللي عم بفسر أوروبا وحدانية أوروبا واللي بفسر انهيار أميركا واللي بفسر قيام الصين واللي بفسر قيام روسيا وكل الأشياء نايس حلو اجتهادات كتير كتير حلوة بس أنا من خلال إيماني كل هاي سنين كده مملكة اتغيرت وكده ظروف سياسية اتغيرت المملكة اللي هي قوية اليوم بكرة بتكون يمكن منهارة لما كان الاتحاد الأوروب بوصل لعشر دول قالوا خلاص هاي العلامة يعني المسيح جاي طب اليوم في أكتر من عشر دول وممكن يكون أقل وممكن بكرة يزداد وممكن يقل يمكن المسيح جاي بعد 200 سنة بعد 300 سنة خلاص كأنه كل إش انتهى بس قاعدين منستنى العالم لازم يتغير ما فيك تعيش لا في الماضي ولا في المستقبل حتى التلاميذ سألوا يسوع قبل صعوده إلى السماء يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل أجاب يسوع وقال ليس لكم أن تعرفوا الأزمن والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض وبعدين شاهدوا صعود المسيح يعني بين صعود المسيح ومجيء المسيح ثانية على أن الكنيسة تتبنى روحيا أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها لكن أبواب الجحيم لن تقوى فالكنيسة ليس بس مدافعة عن العقيدة لكن الكنيسة مهاجمة تهاجم أبواب الجحيم وتهاجم وتهاجم جهنم ونختطف من النار النفوس المحتاجة إلى يسوع المسيح لكن مشكلتنا اليوم تتطلع آلاف المواقع على الفيسبوك التواصل الاجتماعي وكأنه ما فيه موضوعات وهذا اللي شاغل الناس صدقني المؤمن المستعد مش خايف المؤمن المستعد عارف أنه رب جاي لكن بنشغل اربح لك نفس إذا الرب جاي الرب يسوع جاي بكرة مش بس نقعد ويعني صرنا دارسين عارفين في الأوقات والأزمنة والتمييز وكل هاي الأمور فيه علامات نعم فيه أوقات نعم والشخص الروحي يعي هذا الشيء والشخص الروحي بيفهم بس أنا ما فيه أحط توقيت منغلط أحباء إذا منحط توقيت توقيت الله الله خارج عن الزمن إحنا منحط توقيت اللي هي من خلال الزمن الرب حر عنده ألف سنة متى اليوم ويوم متى ألف سنة أنت شو دورك اليوم وكأنه يا منعيش في الماضي يا عوزين نعيش في المستقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة